هي موجة الفات إذا انتهى رمضان والله يدخل عليك العيد وأنت أسعد الناس لأنك أقمتها وعرفت قدرها ومكانتها ومنزلتها لها قدر عظيم عند الله فعظموا ما عظم الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عظموا ما عظم الله عظموه بالصيام والقيام والعمل الصالح شيخ ألمحت قبل قليل يا نائم الليل كم ترقد قم يا حبيبي قدن الموعد خذ من الليل وأوقات إذا ما هجأ الرقد من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل لو يجهد يا السلام ألمحت قبل قليل الشيخ إلى أن كل شخص يعمل فيما يحب وفيما يجيد يعني مثلا واحد فتح الله عليه في القراءة فليكثر منها في هذه فتح الله عليه في الصدقة في الصدقة في الصلاة رجل أعرف رجل يأجز يروح المسجد أو يأجز يصلي ما شاء الله الصدقات تخرج من بيته أحيا بيوت أحيا ليالي أحيا بيوت أحيا ليالي حياة تخرج بظروف تخرج مع أمين سره يعني عنده ابن له أمين سر هكذا فكل بما يسر الله بما يستطيع بما يستطيع اتقوا النار ولو شقوا تمره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر إن فأتم منهما استطعتم ما جاء عليكم في الدين من حرج ما أبدا ما أنه عذر حقيقة هذه الليلة ما أنه عذر ما أنه عذر إذا لم تستطع أبدا لا قيامه امسك عن الشر خلاص إلزم بيته و امسك الشر خل الناس تتعبد الله و تتقرب إلى الله و كن مفاتيح مفاتيح الخير و لا تكن مفاتيح مفاتيح الشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبة لمن كان مفتاح مفاتيح الخير شيخ الفترة الماضية أو الفترة الحالية بدأت المشغلات تكثر علينا الجوال الآن أصبح من المشغلات التي ممكن تجعل الشخص يعني في وقت ما هو منشغل بعبادته يعود إلى الجوال يعني تهبط عزيمته في هذه العشرة أنا ذكرت حديث ابن آدم تفرغ لعبادتي أسد فقرك وأغنيك وأغنيك وأسد فقرك العاقل هو الذي يبتعد عن الصوارف التي تصرف عن الله تصرف عن الخير تصرف عن الله و من ذاك لاحظ إن كل شيء خلقناه بقدر الصلاة وهي أحب الأعمال جعل الله كم؟ خمس خمس صلوات ما جعلها طوال اليوم بعض الناس يجلس على هذه وسائل التواصل لو جلس على القرآن في ليلة لختمها حقيقة لذلك العاقل يجعله بعيد ليكون من الله قريب لأن الجلوس مع هذه الوسائل قد تصرفه وتشغيله عن طاعة الله سبحانه وتعالى و قد تبعده عن طاعة الله و قد تأكل عليه الأوقات أكل تأكل عليه الأوقات وتأكل عليه الحياة والعمر و تصرفه العاقل هو الذي يتفرق لعبادة الله و لطاعة الله و ينشغل عن ما يبعده عن الله سبحانه وتعالى و يحاول قدر إمكان يترك له وقتا قدرا يرد فيه على ما يستطيع قدرا و وقتا كالملح على الطعام فإذا زاد فسد فسد الطعام فاجعل هذه وسائل التواصل كالملح على الطعام لا يزيد إذا زاد أخذك و سرقك عن طاعته و عن عبادته و عن القيام و عن القرآن و هذا لاحظنا على أنفسنا حقيقة يوم نأخذه دون قدر و وقت تجده يأخذنا إلى بعيد يأخذنا إلى بعيد جدا من مكان إلى مكان و من قول إلى قول إلى آخره حتى كان السلف يتركون مجالس العلم في ليال العشر و في ليال الشهر و يتركون دراسة الحديث و الفقه و الأحكام و ينطلقون إلى القرآن و القيام